المبشرون بالجنة المبشرون بالجنة لقاء نتجدد أيها الأحبة في هذا الشهر المبارك نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا مع هؤلاء الصفو الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واليوم نقف مع شخصية عظيمة ورجل عظيم ألا وهو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة هذه شخصية عظيمة علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وله شأن عظيم في الإسلام وفي تاريخ الإسلام علي رضي الله عنه وأرضاه هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب الذي يقاب له شيبة الحمد فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتقي معه في جده الأول عبد المطلب ووالده أبو طالب شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فنسب علي رضي الله عنه أرضاه نسب شريف لأنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير نسب بين الخلق ويلتقي مع نسب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين في الجد السابع كعب وكان اسم علي عند مولده أسد سمته بذلك أمه فاطمة بنت أسد ولذلك هناك بيت شعر لما التقى علي رضي الله عنه وأرضاه بمرحب اليهودي الذي كان من أشجع الفرسان وكان يقول في ساحة الوغى أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبل التلهب هذا اليهود مرحب فرد عليه علي رضي الله عنه وأرضاه أنا الذي سمتني أمي حيدرة حيدرة من أسماء الأسد كليث غابات كريه منظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة ثم علاه فقتله رضي الله عن علي وأرضاه الشاهد أن أمه فاطمة بنت أسد كان أبوه أبو طالب في سفر فلما ولد سمته أسدا على اسم أبيها أسد بن هاشم ويدل على ذلك كما ذكرت لكم بيت الشعر وبالمناسبة فاطمة بنت أسد فاطمة بنت أسد احتضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان صغيرا في بيت أبي طالب وكانت تحيطه بالرعاية وكانت كأمه تماما ولذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما توفيت أنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في قبرها وسمى ابنته فاطمة عليها رضي الله تعالى عنهن أجمعين علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن نسبة إلى ابنه الأكبر الحسن ويكن أيضا بأبي تراب وكناه بهذه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفرح بها ولهذه الكنية سبب يوم للأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد علي فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرجت فلم يقل عندي يعني هذا شيء طبيعي يحدث بين الأزواج فقال لأحد الناس انظر أين هو فجاء فكان في المسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راقد في المسجد مفتجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب تسلية وترضية لهذا الرجل ابن عمه وزوج ابنته ولذلك كان يحب أن يكن بأبي تراب وهناك أيضا من كناه بأبي الحسن والحسين وأبو السبطين وكلها ثابتة عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالنسبة لمولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر الحسن البصري رحمه الله أن ولادته قبل البعثة بخمسة عشرة أو ستة عشر عاما وذهب كثير من العلماء إلى هذا ومنهم من قال قبل البعثة بعشر سنين لكن يعني فيه خلاف عند أهل الإن هناك مقولة تقول أن علي بن أبي طالب ولد داخل الكعبة ولكنها حقيقة هذه غير صحيحة غير صحيحة هي من المبالغات عند بعض بعض الناس ولم يثبت عنه ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من قبيلة قريش من بني هاشم وامتازت قريش عن غيرها من بطون العرب بتآلفها وتماسكها فكانوا حلفاء متآلفين متمسكين بكثير من شريعة إبراهيم الخير عليه السلام فكانوا يحبون أولادهم ويحجون البيت ويقيمون المناسك ويكفرون موتاهم ويغتسلون من الجنابة ويجتنبون نكاح المحارم وكانت هذه خصال عظيمة وكانوا يتزوجون بالمهر والشهود ويطلقون ثلاثا وكانوا أيضا يتزوجون من أي قبيلة شاء ولا يزوجون أحدا حتى يشترطوا عليها أن يكون على دينهم وعلى ما كانوا عليه من ديانات وتدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه من بني هاشم وبني هاشم كانوا من أفضل بيوت قريش فقد اتصفوا بالمشاعر الإنسانية الكريمة والاعتدال في كل شيء ورجاحة العقل والبعد عن الظلم ومكابرة الحق وكان لهم علو همة وعطف على الضيف والمظلوم وكانوا من أسخى الناس وأشجعهم ويعني كما يقولون يعني ما تجتمل عليه كلمة الفروسية عند العرب من معاني كريمة وخلال الحميدة وصلى الله عليه وسلم أخذ كثيرا من هذه بل زاد عليهم بمراحل كثيرة صلى الله عليه وسلم عاش بينهم وتربى معهم وسائر قومهم في كثير من العادات الحميدة لم يصل بن هاشم إلى هذه المكانة في مجتمع إلا بالتضحية والعطاء والبذل وخدمة الناس عبد المطالب بن هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم وجد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه ولقد تولى عبد المطالب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه المطالب فأقامهما للناس وأقام لقومه ما كان آباءه يقيمونه قبله من مكانة عظيمة وشرف عظيم لم يبلغه أحد من قبلهم ولذلك أحبه قومه وعظمت مكانته عندهم عبد المطالب لم يكن من أغلى أهل قريش ولم يكن سيد مكة الوحيد المطاع كما كان قسي من قبله إذ كان في مكة رجال كان أكثر منه مالا وسلطان إنما كان وجه قومه لأنه كان يتولى السقاية والرفادة وبئر زمزم فهي وجاهة ذات صلة بالبيت يتجلى إيمان عبد المطالب بأن لهذا البيت مكانة عند الله سبحانه وتعالى وأنه حاميه ومانعه في حديث دار بينه وبين إبراها ملك الحبشة ذلك أنه لما غز مكة وأراد إبراها أن يهين البيت ويقضي على مكانته وقد حدثت هناك حادثة عظيمة جدا لعلنا أن نأتي إليها إن شاء الله بعد الفاصل نسأل الله التوفيق للجميع المبشرون بالجنة مع الدكتور موفق كدسة بسم الله الرحمن الرحيم أراد إبراها الحبشي أن يدمر الكعبة هذا البيت الذي كانت العرب تعظمه وتحج إليه لأنه قد بنى بيتا أراد العرب أن يحج إليه ولكنهم دنسوه وأهانوه فغضب على بيته الذي كان يسمى القليس وأقسم أن ينتقم من العرب في البيت الذي يعظمونه وذهب بجيش عرم رم كما يقال ومعه الفيلة لكن الله سبحانه وتعالى أخزاه من القصص في هذه الحادثة أن جنود إبراها استولوا على إبل لعبد المطلب قيل كانت مئتي بعير فذهب عبد المطلب لمقابلة إبراها لما راه إبراها هابه وعظمه وأجلسه على سريره بجانبه وسأله عن حاجته فقال حاجتي أن يرد إلي الملك مئتي بعير التي أخذها جنوده فلما قال له ذلك زهد فيه الملك إبراها وقال أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك تكلمني يعني بعيرك ومالك ولا تكلمني في بيتك فقال عبد المطلب إني أنا رب الإبلي وإن للبيت ربا سيمنعه ويحميه هذه كانت عقيدة عظيمة في قلب عبد المطلب أن هذا البيت له رب سيحميه أنا رب الإبلي أنا صاحب الإبلي جئت أطلبها وأدافع عنها البيت له رب يحميه فقال ما كان يمتنع مني قال أنت وذك ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل على جيش إبرها طيرا أبابيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم يعني الله سبحانه وتعالى يبين لخلقه أن كيدهم هذا الذي كادو أصبح ظلالا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأهلك الله عز وجل إبرهة وجيشه وحفظ بيته وتحقق تعقيدة عبد المطلب أنا رب الإبلي وللبيت رب يحميه كان عبد المطلب رجلا كريما في أخلاقه مستقيم في طبعه فكان يأمر أولاده بترك الظلم والبغي ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عند نيئات الأمور هذا ما كان من جد علي بن أبي طالب أما أبوه أبو طالب كان رجلا كثير العيال قليل المال في بيته وتحت كنفه تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طالب يحب ابن أخيه حبا شديدا فإذا خرج خرج معه فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده كما قلنا أن أبو طالب كان شقيق لعبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله وجهر بها وقف أبو طالب بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمم على مناصرته وعدم خذلانه فاشتد ذلك على قريش وأصابهم غما شديدا استمر أبو طالب مع أنه لم يسلم لكن استمر أبو طالب في مناصرة ابن أخيه غير مبال بما قد ينزل به وفي شعبه تم الاتفاق على أن لا ينكح إليهم ولا يزوجونهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتعون منهم وكتبت قريش صحيفة المقاطعة وعلقوها في جوف الكعبة واتفقوا على ذلك وانحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه واستمرت المقاطعة قرابة ثلاث سنوات لا يصل إليهم شيئا إلا سرا ثم أذن الله عز وجل أن سلط الله الأرضة على الصحيفة فأكلتها وجاء عقلاء قريش فأزالوا هذه الصحيفة وانتهت تلك المقاطعة التي حدثت بين قريش وبين أبي طالب مات أبو طالب أنا كنت أتمنى نترحم عليه لكنه لا يجب أن ترحموا عليه لأنه مات كافرا وهو أقل أهل النار عذابا يعني أبو طالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقل أهل النار عذابا هو أبو طالب فيوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وهذا أقل أهل النار عذابا والعياذ بالله أبو طالب مات في النصف الأول من شوال بالسنة العاشرة من النبوة وهو ابن بضع وثمانين سنة ولم يسلم وهو العام الذي ماتت فيه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب في ذلك العام وسمي هذا العام بعام الحزن نأتي إلى أم علي بن أبي طالب صحابية الجليلة السيدة الفاضلة فاطمة بنت أسد بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي الهاشمية وهي أول هاشمية ولدت هاشميا وقد حظيت بالقيام على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم حينما كفله عمه أبو طالب بناء على وصية أبيه عبد المطلب فكانت له أما بعد أمه تقوم على شؤونه وترع أموره ما استطاعت إلى ذلك سبيلا وقد قضى الحبيب صلى الله عليه وسلم قرابة العقدين من حياته في كنفها وقد استجابت لدعوة الإسلام وأصبحت من السابقات الأوليات وصارت من صفوة النساء ممن أخذنا المكانة العليا في ساحة الفضيلة كما قلت لكم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت أسد أمه الثانية التي تولت تربية قرابة عقدين من الزمان ولذلك لما توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها هو الذي أنزلها في قبرها ووسدها التراب رضي الله تعالى عنها وصلى الله على رسوله محمد نأتي إلى إخوة علي من أبي طالب كان لبأي طالب أربعة أبناء هم طالب وهو الذي تكن به وعقيل وجعفر وعلي وبنتان هما أمهان وجمانة كلهم من فاطمة بنت أسد فطالب كان أكبر من عقيل بعشر سنوات وكذلك الشأن مع جعفر وعلي فكان جعفر أكبر من علي بعشر سنوات طالب هذا هلك مشركا بعد غزوة بدر وقيل أنه ذهب فلم يرجع ولم يعرف له موضع ولا خبر وهو أحد الذين تاهوا في الأرض وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله فيه مدائح عقيل بن أبي طالب كان يكن أبا زيد تأخر إسلامه إلى عام الفتح وقيل أسلم بعد الحديب وهاجر في أول سنة ثمان من الهجرة وأسر يوم بدر ففداه عمه العباس وشهد غزوة مؤتما عن نبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع له ذكر في الفتح وحنين جعفر بن أبي طالب أحد السابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه واستشهد بمؤته من أرض الشام مقبلا غير مدبر وجعفر له قصة عجيبة لعل الله أن يستنى بذكرها أم هاني بنت أبي طالب اسمها فاختة على الأشهر وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث جمانة بنت أبي طالب هي أم عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث تزوجها أبو سفيان بن الحارث وولدت له جعفر بن أبي سفيان هذه إلمامة سريعة على هذا النسب الطيب نسب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه نستودعكم الله ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله على محمد